تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للاتصالات خلال احتفال كبير وقيم في شهر سبتمبر الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيورك تقديرا لما حققته حكومة البحرين برئاسة سموه من تقدم في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقد سلم سمو الجائزة سيد هولينجاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات خلال استقبال سموه له اليوم بقسلك ضيبية وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات على جهوده وإسهاماته في نشر واستعاب التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة أهداف التنمية المستدامة وأكد سمو أن مملكة البحرين استطاعت أن تقدم نموذجا للقدرة على صناعة الإنجاز في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وذلك برؤية عصرية ومبادرات وطنية أسهمت في تحقيق حياة أكثر رفاهية وازدهارة ونوه سموه إلى أن الجوائز التي حصلت عليها مملكة البحرين من منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مجال التنمية المستدامة جاءت تتويجا لسلسلة طويلة من الإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليف عهل البلاد المفدة في ظهر الله ورعا وهي نتاج عطاء أبناء الوطن جميعا وقال سموه أن ما يميز مسيرة مملكة البحرين أنها واكبت مستجدات العصر في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وحافظت في ذات الوقت على أصالة المجتمع البحريني المنفتع على كافة الثقافات والحضارات وأكد سموه أن البحرين ستمضي قدما في نهجها لمواكبة التطورات العصرية الحديثة في قطاع المعلومات والاتصالات وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة جهود التنمية المستدامة في المملكة وتعزيز مكانة البحرين في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات وتسجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن فخري واعتزازي بالمكانة التي تحتلها البحرين إقليميا ودوليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة في خدمة الانترنت والهواتف المتنقلة والبيانات وتوجه سموه بالتهاني والتبركات إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بمناسبة الذكرى المئة والخمسين على إنشائه مشيدا سموه بالدور الرائد الذي يقوم به الاتحاد في تعظيم جهود التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جانبي قال الأمن العام للاتحاد الدولي للاتصالات إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تمكن من تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين من خلال الاهتمام بتطوير البنية التحتية المتطورة والعصرية التي جعلت البحرين من الدول ذات السبق في إدخال نظام نظم الاتصالات الحديثة في المنطقة وأشار إلى أن قرار الاتحاد الدولي للاتصالات منح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة جاء تقديرا لإسهامات سموه التي تشكل مصدر تحفيز وإلهام لمختلف دول المنطقة في مدى القدرة على تحقيق الإنجازات طالما توافرت الإرادة والتصميم على بلوغ النجاح وأكد أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر استطاعت أن تجعل البحرين في طريعة الدول التي حققت نجاحات كبيرة على سعيد مجال الاتصالات وفقا لمؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تنمية تكنولوجيا المعلومات لعام 2015 وذلك بفضل اهتمامها بمواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهما أهلها لأن تكون أحد النماذج الرائدة وتتصدر تقارير التنمية البشرية والاقتصادية إقليميا ودوليا وأشهد جعوب بدعم حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي لجهد الاتحاد الرامية إلى تسليط الضوء على همية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة وذلك من خلال استضافة مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بشكل فعال في فعالياته وأبدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات إعجابه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في العديد من المجالات وهما يجسد مدى حرص المملكة على تحقيق تنمية شاملة تسهم في تطوير مختلف أوجه الحياة في البحرين